موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي وإياكم شاعراً جديداً من العراق الحبيب تحديداً من حديثة بمحافظة الأنبار معنا من هناك عبر سكايب الشاعر المتميز جداً لأستاذ أحمد صادق طوقان حي الله أستاذ أحمد وأهلاً وسهلاً بك أنرت بيت القصيد عياكم الله وإياكم الله وأسعدنا لقاكم أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم التوفيق دائماً إن شاء الله برنامج جميل ولقاءات جميلة أشكرك إن شاء الله تضيف على الجانب الشعر الفصيح الذي أهم إلى قليلاً من المجتمعات العربية حيث ابتعد الناس عن اللغة الفصيحة الجميلة فأصبح الاهتمام به ضعيف جداً فمثل هذه البرامج يعني تعيد الاهتمام به فيعني نظمح أن ترتقي أكثر وأكثر إن شاء الله وهذا دورنا وواجبنا أستاذ أحمد صادق الطوقان الشارع العراقي المتميز بأخلاقه وبمنطوقه وعمله كذلك أستاذ أحمد بالبداية وقد عرشت على شيء من الوجع فيما يتعلق بعزوف الجمهور من العامة عن اللغة العربية الفصحة حدثني عن وجعك الخاص في هذه الفكرة وبحدود ما تحب تفضل عذران أستاذ مصطفى الأماس معك مرة ثانية أقول لك بحدود حديثك عن عزوف العامة من الناس عن اللغة العربية الفصحة حدثني عن الوجع الذاتي الذي لمسته وعينته أنت فيما تعلق بابتعاد ونأي المجتمعات العربية عن لغة الضاد والله يعني بالحقيقة يعني هي هذه لغة القرآن أولا ولغتنا يوم القيامة لغة الذي يحاسب بها الله سبحانه وتعالى فحين ترى المجتمع بعيد جدا عن هذه اللغة حتى في تلاوة القرآن دعك من الشعر وقراءته وكذا ومجيء الشعر الشعبي الذي اكتسح الشعر الأدبي وأصبح له يعني بالحقيقة هو شعر لا نبخس وحقه جميل جدا لكن ليس كمثل الشعر الفصيح الذي له مكانته في عادة اللغة ويعني يكفي أنها لغة القرآن الذي يعني يجب على الشباب جميعهم أن يعرفوا هذه اللغة أحسنت أقل شيئا أن يقرأوا كلام الله تعالى قراءة صحيحة يعرفوا ما جاء ما ورد منه يعني كمجتمع عربي إسلامي وجد عليهم معرفة هذه اللغة أحسنت أستاذ أحمد في هذه الحلقة عددت من أجلك أسئلة خارج الإطار المعهود وخارج الصندوق سأبدأ بأولها كيف يمكن للشعر أن يرتقي بأخلاق العامة وأخلاق الشعر ذاته كاتب القصيدة الشعر كما قال الأقدمون قالوا أن الشعر كلام العربي وتستور حاضره وماضيه حقيقة نحن لم نلتمس أن الشعر يرتقي بأحد دون الآخر لكن الشاعر بذاته يرتقي بالشعر إن كان الشعر جيدا من مواضيعه أو من اهتماماته يعني مثلا نذكر أن المتنبي علم الشعر العربي الذي ارتقى به وجميعنا يعلم المتنبي كيف كان له نعم ولا شك يعني طلب في إمارة طلب في ولاية طلب في كذا وكانت أشعاره قد تكون في غاية مبتذلة يعني لا يحبها البعض منه ولكن المتنبي هذا علم الشعر ارتقى بشعره من الجانب الحكم والمواعد والأمثلة التي كانت يعني وما زالت وأظنها قائمة إلى قيام الساعة تطلق هذه الحكمة الذي وضعها المتنبي في شعره وجمل بها شعره وكانت يعني تحكي معاناة لشعبه دون نفسه يعني أحسنت يا أستاذ محمد ارتقاء الشاعر يكون بارتقاء مجتمعي نعم أستاذ العزيز الآن إذا أردنا أن نتحدث أستاذ أحمد عن فكرة ما فادها في سؤالنا الجديد الفكرة عنوانها عظمة الكلمة عظمة القيمة عظمة الهدف وعظمة المرجو من وراء هذا النص هل ترى فعلا أن القصيدة اليوم لا تزال تحافظ على القيم وأن الشاعر حارس بوابة القيم كما ينبغي أن يكون بصراحة ربما هذا ربما هذا الذي يعني نرجو أن يكون ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه قد تكون القصاد الحديثة تطورت تطوراً غير عكس كلمته يعني يعتقد الناس أنه تطور ولكنه بالحقيقة تراجع لغوي ونحوي وحتى أخلاقي هل هذا حكم على عموم التجربة الشعرية الحديثة أم على جزء منها يعني الحداثة في شعري مرتبط بالقدم والعصالة يعني هذه تكون صنعة أجمل منها يعني أجمل منها لا يكون حيث أن الشاعر الحديث لا بد له أن يتكلم في حداثة العهد يعني في مجتمع يعني قد صحيح هل للشاعر القديم أن يتكلم عن الغزوات والصحراء والخيل والليل وكذا وهو الآن في مجتمعات انتهى منها هذا اللوم لا بد أن يجدد ولكن التجديد على أن يرتبط ضمن إطار معين من الأخلاق والكما قلنا اللغة العربية التي ضيعت نعم اللغة العربية اللغة العربية نعم نرى معظم اللغة العربية ضيعت من جانب عدم اهتمام الشعار لا لا يعني لا أعم أبدا حتى من الحداثوين أحسنت يكتبون الحداثة يعني ممكن منهم من ملتزم كثيرا في هذا المجال أحسنت ومنهم من تراه مفرطا مفرطا كثيرا يعني وأنا قرأت كثيرا يحدث هذا نعم قرأت كثيرا ولي مؤلف أيضا في أشعاري القطاني يعني قد يعني البعض من الشعارات يريد مشابهة القطاني ولكنه يسيء في هذه المشاعة أحسنت نزار قباني ذاته قال لن يكون أكثر من نزار واحد وكل شاعر يكون هو إذا كان صدا لغيره فسقط وسقط شاعر كل شاعر هو شاعر نفسه أحسنت أحسنت بقولك يا صديقي خير مفتتاح إلى الشعر ما القصيدة التي اخترتها لفتتاح هذا العدد من بيت القصيد تفضل أستاذ أحمد نعم إلى القصيدة الأولى القصيدة نفتتح بها هذا اللقاء الجميل وخير ما يفتتح به الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وتم التسلم وقصيدة من أين أبدأ والحديث طويل لا الشعر ينصفني ولا التأويل من أين أبدأ والحبيب محمد قمر له الآيات والتنزيل أولد المختار أنزل ربنا رحماته والخير فيه يصول هو رحمة للعالمين تنزلت أخلاقه عظم لها التفضيل هو سيد الكونين نفتاح الهدى هو قائد هو هاشمي سليل وعثت مكارمه إلى أقصى الدنى يوم الوقوف شفيعنا ومعيد قد علم الأسلاف شرع إلهنا ومضوا نجوما للعلا ويطولوا مجددا قد علم الأسلاف شرع إلهنا ومضى قد علم الأسلاف شرع إلهنا ومضوا نجوما للعلا ويطولوا كسرت سيوف الكفر في إقدامه سيف الإله وإنه مسلولوا الله الله وجه الأصحاب أن يتآلفوا ما ظل يعلو تاجر ونبيل وبدت بنا الأنوار تصعد وبدت بنا الأنوار تصعد للسماء مما نصلي فيه والتهليل إن السماحة علمت في طبعه والشر في أخلاقه مقتول الله والخير فيه معلق من ربه هو للإله حبيبه وخليله إن السماحة مجدد أستاذ أحمد إن السماحة علمت في طبعه والشر في أخلاقه مقتول والخير فيه معلق من ربه هو للإله حبيبه وخليله الله لا خير فينا لا خير فينا إن تفرقنا به وبه التجمع للهدى مكبول زمرا إلى الجنات أرشدنا إذن نحن الأخوة والإخاء جميل فعليه صل وإن سمعت بذكره إما تصلي فيه أن تبخيل زمرا مجددا زمرا إلى الجنات أرشدنا زمرا إلى الجنات أرشدنا إذن نحن الأخوة والإخاء جميل جميل فعليه صل وإن سمعت بذكره إما تصلي فيه أن تبخيل إما تصلي فيه أن تبخيل أحسنت أحسنت لا فضافوك أستاذ أحمد ولاد ولا عدمنا هذه الروح المحلقة في سماء المحبين العارفين بقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيمة الصلاة على النبي دعنا الآن نتحدث في هذا الإطار وإن كنت قد بدأت بقصيدة من المدح النبوي نتحدث عن هذا اللون من ألوان الكتابة الشعرية في الشعر الفصيح هناك من يرى أن المشهد الأدبي أو أن جمهور من الشعراء عزف عن كتابة المديح النبوي والكتابة بحق أهل البيت أو الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين هل أنت ترى بهذا الرأي أن هناك حالة تمثل عزوفا عن الكتابة المدحية أم أن هذا فيه من التجنم فيه؟ والله يعني كمجتمع مجتمع إسلامي معاصر عاصرنا الشعراء فيه ويعني التقين الكثير من الشعراء والصحبة الذي يعني نحن الآن ليس كقبل حتى الشاعر يسافر إلى مناطق إلى دول إلى كذا كي يرى الشعراء الأخرى الآن نرىهم في سوشيال ميديا جميعها يعني بالحقيقة يعني نرى أنه مديح سيدنا النبي أو ذكر الصحابة وفضائلهم وكذا يعني ليست مغيبة عن الشعر الشعري أحسن يعني وحتى نرى شعراء ليس لديهم يعني لنقول ذلك الالتزام الشعري أو الالتزام الديني نعم لكنهم يكتبون في المدح النبى ويكتبون في فضائل الصحابة ويكتبون في الجانب حتى الجانب يعني الجانب الشعر الصوفي نرى الكثير يكتبون صحيح ولا شك في ذلك وحتى أصبح لون يعني لون الفلسفة الصوفية التي كتب بها الحلاث ابن الفارد والرابعة يعني العدوية وكذا نعم هؤلاء الشعراء يعني المشهورين المتصوفون أصبحت لأن يعني صورة يتخذها الشعراء في أشعارهم نعم طب إذا أردنا أن نقول أستاذ أحمد ونسأل ونتساءل هنا ما الذي ينقص شعراء زماننا حتى يتشبثوا بالأصالة والموروث بشكل صحيح وكما يجب ما الذي ينقصنا من وجهة نظام حدثني على مستوىك الشخصي حدثني على مستوىك الشخصي إذا أردنا أن نتحدث عن تجربة أحمد والتشبث بالموروث والأصالة ما الطريقة التي ستتبعها أنت يعني بالحقيقة أنا لتعلقي بكتاب الله وتعلقي بالقديم يعني قد لا أسير عن هذا النظام ولكن أن كشعراء تراهم كمبدعي يخرجون عن الأصالة القديمة ويذهبون إلى التجديد حسب رأي أنه ما ذهبوا منه إلا لما رأوه من تشتت مجتمعي أو ضياع ثقافي أتبي يراوه في هذا المجتمع الذي كلنا نرغب ونحب ونرجو أن يكون يعني بالمستوى الذي كان يطمح به رسول الله عليه الصلاة سام أن يكون هذا المجتمع نعم إلى قصيدة جديدة أستاذ أحمد صادق الطوقان من الأنبار في العراق الحبيب القصيدة التالية ماذا ستقرأ علينا ومن أي الأشكال الأدبية قررت أن أبدأ في القصائد يعني المنظومة على النظام التراتبي من الأعلى إلى الأسفل تفضل فالأولى مدح سيدنا النبي الثانية كتبتها في حق سيدنا عمر تفضل اسميتها الفاروق الهرم لأنه يعني بالحقيقة يعني كان سيدنا عمر فضله الكبير على الأمة أنه أول من وضع قواعد السياسة والدولة والنظام ليس قصرة في سيدنا أبوكر لكنه يعني جاء في مدة زمنية أطول فكان له يعني كان له المجال الأكبر أن يضع هذا القادم أحسنت بالذكر كذلك تفضل قد ننصف في وصفنا يعني أو قد نكتب ما تجول به يعني قوارحنا بحق هذه يعني الأيقونة العظيمة ولكن لا ننفي حقه فبدءا أسميتها الفاروق الهرم تفضل يا أيها العدل بل يا أيها الهرم ليتك تعتدل في جلستك كما كنت أستاذ أحمد وتبدأ القراءة من جديد تفضل يا أيها العدل بل يا أيها الهرم قف دون قبرك حتى يكسر الصنم قف أيها الجمر في الأنهار مشتعلا وأنت للجمر ماء فيك يستقم يا رآية وضعت بالحق مشرعة ليسكب العدل في إمضاك ينتظم قد جاء جبريل بالآيات يحفظها مصدقات لما قد قلت تتسم يا عزنا أنت يا أنهار قوتنا أنت السياسة في تاريخ من وسم في راية الإسلام تعلو دولة وضعت وراية الكفر يهوي تحتها الأجم فأنت سيدنا فأنت سيدنا الإسلام وأنت له بيت نرد به التكبير أو حرم أنت المنارة للتخطيط أجمعه وأنت ذاك الذي ما شفته لما مو فأنت حطمت كل الشر أجمعهم وهدمت كسرى حقهم أن يهدموا كانوا وداموا على الحقد الدفين وما زيلوا عصاة الله بالإسلام يحتدموا وقد ترانا كأشلاء الركام إذا جاءت رياح بها ماتت وتنعدمهم فهل نظل غثاء السيل يسحبنا فهل نظل غثاء السيل يسحبنا ونحن أهل الدنى فيها لنا السنم أما نقول كفى يا سوء سئت بنا أو نفقد الحق أو قد يسكب الندم أو قد يسكب الندم فهل ترانا بحمل الهم سلسلة يجرها الشر حتى شدت الهمم يا أعدل الناس لا استثناء يأخذه فأنت حام الحمى الفاروق والعلم فإن كتبنا عليك الشعر أجمعه فما بلغنا إلى ما حقه قمم يا أيها الناس فإن كتبنا عليك الشعر أجمعه فإن كتبنا عليك الشعر أجمعه فما بلغنا إلى ما حقه قمم يا أيها الناس شدوا حبل غايتنا يا أيها الناس حبل الله ينقطم فإننا سوف نسعى نحو غايتنا وإننا سوف يعلو عندنا القلم وإننا سوف يعلو عندنا القلم وبمثلكم من المؤكد سيظل القلم الحر عاليا هذا القلم المتشبث بتاريخ أمة واحدة لا تقبل أن تتمزق وإن عمل بها مبضع المحتل وكيد الطامعين أستاذ أحمد دعنا نذهب إلى حديث من نوع آخر كيف أنت والقراءة في التاريخ الإسلامي؟ يعني في الحقيقة أنا أخرج قسم اللغة العربية نعم ويعرف الجميع ولا يخفى عليكم أن اللغة العربية دراسة تقسم إلى قسمين قسم الأدب وقسم اللغة نعم فقسم الأدب يعني هو مثال عن تاريخ ولكنه يعفوذ الجانب الأدبي أحسن يعفوذ الجانب الأدبي نعم هو تاريخ الأدب يعني نعم فحتما الذي يدرس التاريخ التاريخ ما قبل الإسلامي والإسلامي والإسلامي الإسلامي يقسم إلى الإسلامي والأموي نعم ثم العباسي بفصليه يعني العباسي الأول والثاني نعم ثم تأتي العصور المتأخرة ثم الحديث فهذه كلها يعني تجعلك والأندلسي يعني يتزامن مع العباسي نعم من كل هذا دعنا كلها تأخذك للتاريخ القديم أحسن وحتما تجبر على أن تقرأ قراءات تاريخية أحسنت جدا أستاذ أحمد من كل هذا دعنا نذهب إلى سيرة الإمام الشافعي لا نريد أن نتحدث عن سيرته ولكن موقف من حياة الإمام الشافعي ربما لفت انتباهك ذات يوم أثناء قراءة ما في كتاب ما أو أثناء مجلسة بعض المحبين لعلوم الحديث والقرآن وقصص أعلام النبلاء وأئمة الأمة موقف ما أو قصة ما لا تزال عالق في ذهنه والله يعني إمامنا الشافعي رحمه الله يعني هو علم من أعلام الفقه وضع لنا أصولا نمشي على نهجها يعني إلى قيام الساعة يعني بالحقيقة هي كثير جدا لكن أشد ما يعني أستدل به نعم ويطرق كثيرا على قول الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول رأي صح يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصح أو رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب هذا القول بحد ذاته يعني يعتبر قاعدة أخلاقية يعني تربطك في أن تتقبل رأي الآخر نعم تؤسس للحوار الأخلاقي القائم على فكرة الاحترام المتبادل بين الخصوم أحسنت أستاذ يعني هذه يعني بالحقيقة وضعت لنا أن يعني كمسلمين نتواصل مع الجميع ولا يعيقنا أي عائل أحسن يعني وإن خالفني بالفكر وإن خالفني بالاعتقاد وإن خالفني بالدين حتى وإن خالفك بالمذهب أو الطائفة أيضا تجمعنا نعم تجمعنا الإنسانية الخلقية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في خلق المسلم نعم الآن سأخذك برحلة إلى الإمام الشافعي سأخذك رحلة إلى الإمام الشافعي وقصيدة من قصائده نتابع أعزائنا المشاهدين الآن هذه القصيدة للإمام الشافعي ومن ثم نواصل حلقتنا رفقة شاعرنا من العراق الأستاذ أحمد صادق الطوقان ابقوا معنا دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليار فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك ليس ينقصه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دعي الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء نشتد الترحب بكم أستاذ المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا من حديثة في الأنبار معنا الشاعر أحمد صادق الطوقان سيد أحمد إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ماذا تقول في هذه الحكمة يعني هذا كان يفترض أن أقرأ أن أقرأ القصائد الأخرى الذي حبرتها للقراء لكي تكون هذا البيت يعني يكفي ردا يعني هذا يعني دلالة إيمانية بالإيمان بالقدر نعم الإيمان بالقدر خيري وجر يعني يقول إذا كنت في الدنيا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء يعني ترضى بكل ما قسم الله لك أحسنت أستاذ لا حاجة لك أن تتدمر أحسنت لا حاجة أن تتدمر من أي قدر أو أي قضاء أو أي شيء إلى قصيدة جديدة أستاذ أحمد نذهب الآن إلى العاطفة إقرأ ما تحب تفضل قصيدة من ديوان وهج الظلام نعم تبكي جراحي فأهل العشق قد رحلوا وانتابني من بعدهم ألم لما فعلوا قد حطموا كل نبض فيه أطبهم ما عاد لي غير نبض الصبر أحتملوا حطوا بقلبي فوق الجرحم الحهم ينسون حلو مذاق زانه العسل الناس ديدنهم تفريق من عشق بهم من الحقد ما يغلي ويشتعل حال على ليل من أخوى وقد نشروا أن حطم الصبر فيه اليوم والأمل مقطعين حبال الوصل إنهم يمزقون بروح حانها الأجل يستصرخ القلب والأشواق وتسعفه الله الله والطامعين بقطع الوصل قد عذلوا يعقوب قلبي لا ثوب سينقذني من سوء هجر من الخلان يفتعلوا راودت نفسي أهم البعد مرتحلا عمن سلوني ولا في بالهم أصلوا أسائل الليلة هل ناموا وهل جفل أم أنت يا ليل مثلي ذابن وشل هل فتشوا في بقايا الشوق عن ألمي هل أن عين فراق الحب تكتحل هل فتشوا في بقايا الشوق عن ألمي هل أن عين فراق الحب تكتحل هل مزقوا دين أهل العشق وانصرفت أيام عشق من نهوى فتنفصل وما أحرر نفسي من محبتهم حتى يعود لهم أيوب يبتهلوا فالقلب يطلبهم دوما ليعلمهم الروح في قربهم تحيا وتندملوا تعل منازلهم والبعد يؤلمني فالهجر يقتلني من سوء ما فعلوا إني أعاهدهم دوما أواصلهم لكي أقيم الهوى وليرتقي الغزل لكي أقيم الهوى وليرتقي الغزل على قارعة الطريق القيمة التي نحن بحاجة إلى العودة والتشبث بها بقوة وأن تكون حاضرة يعني بالأساس يبقين الأخلاقية نعم ولا شيء غير وعلى أن قديما قالوا كان العشاق الشعراء العشاق حين يذكرون محبوبتهم في قصيدتهم يعني يرفض القوم الذي أهل المحبوبة يرفضوا أن يعطوهم هذه البنة فيعني على أن يلتزم شعراء الغزل بالمسميات والصبح يعني كشف الأسرار هذه عادة العرب قديمة كانوا كانوا لا يفضحون أسرار حتى قصيدة جميل بوثين التي كانت آخر قصيدة كتبها يعني كانت فيها توصيات كما أرسلت له بوثين كما تقول له يعني لا لا يحضرني البيت يعني تقول له حين تأتي إلى قومي اذكر أسماء أخرى عني وقل أنا أحب يعني بنتا أخرى ولا تذكر اسمي لأنني الآن يعني كان في زوج آخر يعني فعليك أن تحفظ هذا الحق وهذه قيامة سامية قصيدة الحديث أن تحفظ هذه المسميات يعني الحديث عن المحبوب بشكل علمي صريح حسنت أستاذ أحمد الآن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم ما زلنا مستمرين وإياكم رفقة شعر أحمد صادق الطوقان من حديثة في الأنبار بالعراق وهذه الحلقة الجميلة بما فيها من الكثير من القيم السامية أستاذ أحمد إلى الشعر مرة أخرى ماذا ستقرأ الآن؟ لك المنبر وعليك الكلمة تفضل ما دونها دخلنا في في جانب الغزري أو الجانب الحديث عن الحب والأخلاق وارتباطها سأذكر قصيدة كتبتها يعني قصيرة وأنا لا أحب أبدا لطالف قصائق تفضل أسميتها رسالة الأشواق ضمت رسائل ليلنا الأوراق لتصيح فينا إنهم عشاق فتضم فيها حرف حبي سائلا عما له في ظلمة الإشراق رسالتي إياك أم تقرى حروفا إنها الأشواق أعد البيت الأخير مرة ثانية تفضل رسالتي مجددا لا كأن تقرى حروفا إنها الأشواق قمت فيها ما يدور بخافقي أن تحتوي قلبي وفيه تراق فكتابها يملى بحرف تحيتي يا تاج حبي إنني مشتاق أَوَمَا سَمِعْتَ بِأَنَّ قَلْبِيَ مُكْسَرٌ لَوْلَا رَسَائِلَهُ لَظَلَّ يُعَاقُوا لَوْلَا رَسَائِلُهُ لَظَلَّ لَوْلَا رَسَائِلُهُ لَظَلَّ يُعَاقُوا باتت رسائله تزيد حنينه ويزاد فيه الشوق الإشفاق ليرد في سؤال روحي عندما صرخت بروحي في الهوى الأحداق تبكي وتندب أن نكون سوية يا نبض قلبي هذه الأعماق وإذا خرجت إلى ملامس جدتي ماتت ومحياها هناك عناق هل انتهى الماص؟ نعم حزن العراق في قصائد الشعراء العراقيين أستاذ أحمد كلمنا عن هذا الحزن وما يحمله من أسرار يرشها على وجدان كل شاعر عراقي حتى باتوا معروفين بحزنهم وإن كانوا يتكلمون عن الفرح ما هو سر هذا الحزن؟ بالمأثور يقول قديما أن الشاعر هو ابن مجتمعه بما ترتب على العراق ورابة توالي هذه العقود من حروب وقتل وكذا إلى أن أصبح الشاعر بصفتي شاعر شاعر وولدت في مجتمع وجدت فيه هذه السمع السمع الحزين أو لنقول سمت تكون أقرب للتشاؤم حتى أن التشوب القصيدة نوع من التشاؤم وإن كنا نظم أحد التفاؤل وسيدنا النبي قال ويعجبوني الفائد ونكتب عن التفاؤل لكنها سمة لازمت الشاعر العراقي وقد تلازم الشاعر العربي لما مرت فيه من بلداننا العربية من أحداث قتل ودمار وكذا وكذا أحسنت ما هو دور الشاعر باعتقادك من أجل التخفيف عن يعني كاهل أبناء مجتمعه في ظل ما يمرون به من ظروف قاسية وأحداث وأحوال غير مستقرة كيف يمكن للشاعر أن يكون بلسما لأبناء مجتمعه من العامة ومن القراء كذلك هل يمكن تحقيق ذلك؟ لا يعني حتما لا يوجد شيء اسمه لا يمكن الذي يسعى يمكنه أن يحقق أي شيء النظام وضعه سيدنا النبي يعني قال لا عدوة ولا ضيارة ويعجبني الفات إذا بقي الشعر العراقي يشوب هذا اللون من التشاؤم والتباكي وعلى الأرض وعلى الليل يعني من الجميل أن الشاعر يذكر ما يمر به بلده من كذا وكذا ولكن لا بد أن يضع جزءا من التفاؤل في قصيدته وإن كانت قصيدة يشوبها أن يتشبث بأستار الأمل الأمل التفاؤل يعطي وجهة للقارئ أن هناك أمل قريب أن هناك خيط بإمكاننا أن نمسكه نذهب به إلى أمل جديد يغير هذا الواقع المزر الذي يعاني منه الشاعر نريد قصيدة عراقية خالصة الآن أستاذ أحمد هل يمكنك ذلك؟ نعم يعني لقصيدة كفتها بأحداث لبنان نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمين يعني هي قصيدة قصيرة لكني جمعت بها الهم المكتوب على البولكان العربي توأمة الحزن ما بين العراق ولبنان المشهد العربي الجريح من المحيط إلى الخليج تفضل ماذا ستقرأ علينا أستاذ أحمد لك المنبر إلى بيروت تنزفنا الجروح وهل يقوى على الألم الجريح إلى من في بلاد الله أضحت ركاما تحته وجع يصيح لتلحق أختها الحدباء لما تداعت فوق أشلاها الصروح بدت منكوبة والغيث فيها غيوما أمطرت دما ينوح بلاد الشام فاضت بلاد الشام فاضت من هلاك وقد كنا بأزداها نسوح فباتت تحتوي نيران سفك وقتل بالهوية يستريح وفيها الأبرياء بدوا حطاما وفيها الأبرياء بدوا حطاما وفي حاراتها مات الصحيح على أرض التيمن قد ولهنا بلاد الله يأكلها القبيح يا الله فعطر المسك عطرناه منها فأرض التيمن قد ولهنا بلاد الله يأكلها القبيح فعطر المسك عطرناه منها بدم الأبرياء هنا يفوح عراق ينزف الأوجاع لما بكت بيروت واخضل السفوح فأرض الله سبي ما أعدل به يحيا من البؤس المليح به يحيا من البؤس المليح حتما ستبتسم الحياة إلى من يستحقونها ومن المؤكد أن الأوطان دائما تلفظ محتليها ولا تقبل أن تكون لغير أبنائها أستاذ أحمد قبل الختام كلمة من أجل العراق الذي تحب رسالة محب من عراقي إلى وطنه ألغالي عليه ماذا تقول والله رسالة للعراق لا تكفي أن نحصرها في لقاء أو في كلمة بسيطة فإن العراق له الدم وله روح تفديه لكن على العراق أن يلتزم بالأخوة السامية وأخوة الوطن وأخوة الإنسانية لا يفرقنا مذهبنا أو طائفة وإن كان الفرق موجود لكن المعايشة الإنسانية هكذا وضعها رسول الله ثم وضعت أساسا كما تعايشت تعايشة النصارى وغيرهم اليهود الذين عايشوا المسلمين في المدينة ولم يعترضوا عليهم صحابي إلا ما كان منهم من أخطاء وعاملوهم كما يعاملوا غيرهم يعني من الصحابة ومن المسلمين حتى على العراق الذي اتزم مسماه العراق العظيم وسيدنا عمار قال عنه جمجمة العرب على أن يعود جمجمة للعرب وللأرض أجمعها وإن كنا نطمح أن ينتفذ قليلا ينفذ الغبار التي تحيطه ليرجع كما كان وقد يسمعنا السامي يقول كيف يرجع جمجمة العرب بل يرجع ويرجع إذا كان عزم الشباب عزماً حقيقياً لا مشوباً بمصالح دنيوية أو حقد دفين بين الشخص وآخر نعم إلى مسك الختام يرتق العراق ويرجع يرجع من جديد عراق سيرجع يوماً إلى أهله إلى القصيدة الختمية ومسك الختام مسك الختام نريد أشاراً ماذا ستقرأ علينا تفضل أولاك قصيدة غزلية أيضاً نريد الختام ليناً هيناً تفضل آخر ما كتبته قبل أيام كتبت هذه القصيدة تفضل حطمت قلبي واتخذت قراري ومشيت في أعتاب لحم جاري فوجدتني قد تيمتني طفلة تجري علي تحيطني بجواري راجعت نفسي كيف كنت محطماً إن كان يأتي هاجس لحواري هي لم تكن قارورةً هي البلسم عقدت فؤادي في هواي عصاري هي كعبة الستر القوي ليحيطها هي بسمة هي ضحكة الأقدار هي تلك عاصفة الجمال وإنني آمنت فيها جنة الإعصار نسماتها امتلكت معيني توددي وهواي يهتف ليله أشعاري كنت الذي عقد الوداد عن الهوى ووجدتني أصوه وحولي ناري أن ذلك المهموم ضم همومه تحت الوسادة كي يدار مداري أنا قد ملكت مفاتحاً لم تمتلكها بالوداد تحية الإيثاري ولقد فتحت مواطنا لم تحتويها ساحة الفردوس والأحراري فأخذت أخشاب السفينة نحوها وطرقت فيها بالهوى مسماري أبحثت فوق ودادها ورأيتني السفاة إني تار إحن ببحث فاتنة الجمال مجد الجمال مجدداً نعم وركبت موجة الحب في الأنهار نعم وركبها وصلت المشاعر طيبة وإن كان الصوت بدأ متقطعاً في آخر الثواني أموماً كان لقاءاً ممتعاً وجميلاً رفقتك أستاذ أحمد صادقة طلقان من العراق سعدت بك في هذه الحلقة من بيت القصي هذا السؤال بالقام شاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الأسبوع المقبل ليتجددوا لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة